بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء أما بعد فيا سيدة احنا في الحقيقة الظروف اللي احنا فيها ظروف محتاجين نفكر فيها في ايه الحاجات اللي ممكن تزيد وتنتشر من الحاجات اللي ممكن تزيد وتنتشر في حياتنا واحنا ما ندراش بيها وتتسرسب في حياتنا بزل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها حاجات كده في الحياة الانسانية حاجة اسمها ان الانسان يسري فيه سم الاخلاق فيه اخلاق مسمومة تخيلوا فيه اخلاق كده مسمومة انا ما نسمعاش اخلاق لكن معتاد الناس انها تسميها اخلاق مسمومة ايه الاخلاق المسمومة دي من اهم الاخلاق المسمومة اللي بتبوز كل حياة الانسان بتبوز كل اخلاقه وفيه حاجات كده خلينا ما نقبلش البناء دم عارف زي كده زي خلق زي الكذب كده مثلا يبوص حتى الإنسان في خلق تاني مش بس الستاتة اللي بتكرهه لأ كل الناس بكرهه ايه الخلق ده او ايه الجليس ده الرزيل بأمانة يعني هو خلق رزيل او سلوك رزيل ايه السلوك ده البخل البخل رزل وحاجة بتخلي الإنسان يحس ان اللي هو بيتعامل معه ده عب وعشان كده البخل ده احتمال كبير في الزهوف الاقتصادية اللي احنا فيها دي ان البخل يتسرب الى قلوب ناس كتيرة ويعتبروه شيء طبيعي ويبقى شيء مبرر لدى الناس اقول لكم حاجة انا ابتديت اشوف ده وارصده وارصد ايه واعرف سببه جاي منين سببه جاي من ان الشخص اللي بيبخل ده عايز يعمل ايه عايز يأمن نفسه واحنا لازم نفرق ما بين حاجتين نفرق ما بين ان احنا نتعامل مع الزروف الاقتصادية الصعبة وان النبخل لان فيه ناس من غير ما تحس هتصبح بخيلة جدا 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 علشان مش عارفة تميز ما بين الاقتصاد في الاستهلاك وما بين البخل اللي ممكن يتسبب في تعاسة كل الاسر ولذلك حشان بس ما يبقاش عندنا هذا المبرر ربنا عبر لنا عن بعض احوال البخلاء اللي منع حالة بيفكر فيها البخيل انه كده بيحمي اسرته بيحمي بيته لكنه في الحقيقة ده ضمار وهلاك وشر فربنا بيقول سبحانه تعالى ولا يحسب ان الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ايه وقت تفتكر ان انت بخلك ده عيتحول الى ايه الى الحفاظ على الخير والبركة اللي عندك ابدا وكأن ربنا سبحانه تعالى عايزنا نفهم وبيحذرنا وبيبيننا ان الخير مش في البخل انما الخير في الاتزان وسبحانه تعالى يؤكد لنا ده في ايات اخرى منها قوله تعالى وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يبقى الخير والفلاح فين فان احنا نتقي شح أنفسه مش ان احنا نستجيب لشح النفس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيز دائما من البخل وكان في دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزم والحزم والعجز والكسر والجبن والبخل وضير عدين وغلبة الرجال بس انا عايز اقول لكم حاجة تعالوا نمشي بخط كده في دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لي حضرة النبي في دعاءه اللهم اني اعوذ بك من الايه من الهم والحزن وكأن حضرة النبي وضع لنا سبيل كده تسكين البخل في وسط استعازات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبيل لنا ان ايه ان البخل ده مجلبة للتعاسة ومجلبة للهم ومجلبة للغم ويخرب البيوت وان البخل ده ممكن يجعل الانسان فيه اصدم اوقات حياته ويهلك الناس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يولنا عشان ينبهنا يوقزنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله ماذا داعيا لنا الله بإذنه واستراجا مني وقابله ان ربنا سبحانه وتعالى رسله مبشرا ونذيرا هنا فيه نذارة حضرة النبي بينذرنا فبيقول لنا ايه بيحذرنا من ان احنا نمشي يا رب اخر حضرة النبي بيقول لنا واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم ايه حملهم على ايه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم على فكرة استحلاء سفك الدماء مش لازم يكون سفك الدماء بان واحد يتبح واحد لكن ممكن واحد يجلط واحد واحد يسمي بدن واحد واحد يخلي الواحد قهوان عليه الموت من كتري من كتري مما هو بيضغط عليه بسبب البخل سواء بقى والبخل بقى بعد عنك البخل اللي ما بييجي ما بيضربش في ملف المال بس بيدخل على العواطف وعلى المشاعر وعلى الأفكار فالإنسان البخيل ده أزمة سقيل وإحنا عارفين قد إيه المعاناة اللي ممكن يتعرض ليها ناس بيعيشوا مع حد بخيل سواء بخل مال والأشد منه طبعا زي ما إحنا عارفين بخل بخل العواطف والمشاعر وفيه أوهام كتيرة بيتسبب فيها البخل بخل العواطف في الزات منها مثلا إن الزوجة والزوجة يقولوا تعالوا نشوفها إيه مبررات البخلاء أول حاجة أنا طبعا كده اتربيت على كده ونشأت على كده وده وح لإن كل اللي جه بالتعود يروح بالتمرين والتدريب ما فيش حاس ما أوعى أوعى حد يجي يقولك إن نقل الطبع أشد من نقل الجبال أبدا بالمناسبة حتى الجبال الجبال دلوقتي بينحطوا فيها طرق فما تجيش تقول لي لا ممكن ننحط في طبعك ده طريق للخير وطريق لله ففكرة إن هو ده طبعي لا ده مش حقيقي ده ممكن ده يتغير المبرر التاني بقى اللي بيبرر به البخيل بخله وخاصة بخله العاطفي أنا خجول وما بعرفش أعبر وده كمان على فكرة واه ليه؟ كلنا كنا ما بنعرفش نعبر وتعلمنا إزاي نعبر عن احتياجاتنا وإزاي نعبر عن حبنا فلا أنت تعرف تتعلم يعني كلنا تعلمنا التعبير المبرر التالت الحياة عايزة واحد ناشف يعني واحد آسي لأنه يعني إيه؟ يعني يفضل على طول شخص بيستخدم نوع من أنواع الحدة والشدة مع الناس فيبقى بخير إيه اللي حاصل؟ طب ما أنت في الأخي خالص هتتكسر حياتك والكلام ده كلام مش حقيقي في ناس كتير عايشة في أمان وفي سلام وفي محبة وفي مد وفي رحمة ولو كان كلامك ده صحيح هتعمل إيه مع الناس الطيبين إن الناس بيحبوهم وهم بيتكلموا عن الناس بكلام حلو ويمدحوهم ويوصفوهم بأحلى الأوصاف ده كلام المبرر الرابع أو المبرر بقى اللي بعد كده يجي يقول إيه بقى ده كلام الناس الفاضية الناس الأناسف يعني هو بيقول كده ده كلام الناس الميصة إيه بقى إن أنا أفضل أقول كلام حلو وأفضل ما عرفش إيه وفي الغالب اللي هو بيقوله ده وهم عشان هو مش عايز يعمل إيه مش عايز يبقى ضعيف زي بقى الناس وحاليا إنه يعني الكلام ده مش صحيح الوهم اللي بعد كده يعني هي أكيد عارفة أو هو أكيد عارف اللي في قلبي ومش بيحتاج لكلام العاطف دي بتتحس لا وبيعبر عنها كمان من قال كده إحنا محتاجين الكلام ومحتاجين التعبير عن الحب ومحتاجين إن واحد يبقى يبقى كريم في مشاعره ومن جزء من الكرم في المشاعر إن أنت تعبر عن ده ومبرر بعد كده إنه خايف إن الناس تستغلوا حبه وتفسروا على إنه ضعف وعشان كده وعشان كده الناس كلها شايفاك ضعيف بس بيعبروا عن ده إنك بخيل على فكرة على فكرة وده كمان وهم الناس لما بيعبر عن حبهم بيقاش دعفة بالعكس الناس بتحبهم وتحسسهم إن هم تدعمهم لما يحصل لهم أي مشكلة إيه المبرر اللي بعد كده الراجل ما ينفعش أو الست المستقلة ما ينفعش تعبر عن مشاعره عشان ده الراجل ده شغل الستات أو شغل الستات الميصة بس والله الرجالة عملوها وسعده وفرحه وتهنوا لما عبروا عن مشاعره والستات فرحه وده وتمطعنش في إن هي ست المستقلة بالعكس اللي أنت بتعمليه إن أنت بتسميه ده استقلال ده ولا أزو بالله مش استقلال ده نوع من أنواع الجفاف والجفاء والبخل ها لفكرة الناس ماتستحق أحد المبررات بقى الشهيرة الناس ما تستحقش المشاعر الراقية اللي عندي المشاعر الراقية دي اللي أنت بتديها للناس على فكرة أنت مش بتديها للناس للناس مستحقاها عشان كلهم هم محتاجين للتعبير ده إيه لحاصر وانت على فكرة لما بتبخل بتبخل أول ما تبخل بتبخل على نفسك الكلام الحل البتقول للناس ده مش لشانهم مستحقين بس لكن شانكمالي لأ قلبك وطيب قلبك ويفضل البخير كده لغاية ما توصل يوصل البخل لنتائج كاريسية بسبب جفافه العاطفي والمشكلة إن البخير عاطفين بيشوف إن النتائج دي أفورة لحيط منفوق في بعض الأحيين على إن للأسف الناس انفضوا من حواليه ومش بس انفضوا من حواليه ده كمان بحثوا عن حد تاني يحصلوا بيه عن الكرم العاطفي احنا لازم نقول في حاجة اسمها بخل عاطفي وحاجة اسمها كرم عاطفي فيبحثوا عن شخص كريم عاطفيا مش بخيل طب نعمل يا عشان نعالج البخل العاطفي لازم كل واحد فينا يتعرف على اللغة اللي بيحب شرك حياته أو بيحب اللي حواليه إنه هو يعبرنوا بيه عن الحب فيه من ناس بتحب التعبير عن الحب بالكلام وناس تاني بتحب التعبير عن الحب بالأفعال والجدعانة وناس بتحب التعبير عن الحب بالهدايا وناس بتحب التعبير عن الحب بالوقت اللي انت بتخصصه ليه وناس بتحب التعبير عن الحب كمان بالتقارب فاحنا لازم نعرف ايه اللي بيحبه الشخص اللي انا عايز اعبره عن كرم مشاعري عبره او عبره بايه لان ممكن مشاعري تكون تجاهه جميل او رائع بس انا مش عارف اعبر عنها الحياة التانية بقى اللي مهمة جدا جدا اللي فينا عنده بخل في المشاعر بسبب ايه انهم بيعرفش يعبر افضل طريقة ان هو يروح يتدرب ويتأهل على ده فيحصل على دورات في التواصل الفعال والتعبير المرح عن الزات ساعتها هيبقى سهل عليه ان هو يعبر عن نفسه ويعبر عن مشاعره وفي امان انا شايف ان مثلا لو واحد متزوج او اب الاولاد او ام البنات انا شايف ان هو كل يوم يكتب رسالة حب يوميا لاهل بيته والاولاده والبناتها لان دوتا ينشط عندهم ماذا؟ غضة التعبير فيكتبوا رسالة الحب يبعتوها الاهل ايه؟ للي بيشاركوهم حياتهم الوحدة دي للاولاد للبنات للزوجة للزوج كل دوتا يخليهم يكسروا حاجز الخوف من البخل العاطفه من عدم القدرة على التعبير الحاجة الرابعة نروح نستشير خبير لتأكد ان البخل ده ليس والد ترومة حصلتلي ولا ازمة نفسية حصلتلي في حياتي وانا لما اعرف ده هتخلص من المسألة دي بيسر وبسهولة يا سادة البخل ممكن نتخلص منه؟ اه وخاصة البخل العاطفي لو مشينا على الخطوات اللي احنا قلناها كل واحد فينا حاول بقدر الامكان ببساطة خالص ان هو يعبر وان هو ببساطة خالص يكتب رسائل وببساطة خالص ان هو يعرف لغة شريك حياته او لغة من يعيش معه للتعبير عن الحب ويستشير خبير لو هو تأكد ان هو مش قادر ان هو يعمل ده يتأكد انها فيش ازمة لان في بعض الناس بيبقى البخل اللي عندهم ده واتوليد ازمة ووليد ترومة فبيحتاجوا لتدخل من خبير واستشاري يساعدهم في الدعم النفسي عشان يخرجوا من البخل ده يا رب انت كريم ولما سميت نفسك بالكريم عرفنا انك تكره البخل البخلاء فاللهم يا ربنا اسرف عنا كل شائبة بخل واجعلنا نفتح بواب احسانك الينا بان نكون من اهل الاحسان ومن اهل الكرم اللهم يا كريم اجعن قلوبنا على اكرم قلب عبد تحبه يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا من اهل الكرم في المشاعر وفي المال واجعلنا من اهل الرضا والامان يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم اللي تلقناها على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه اسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت زي الوقت بتاع النهاردة كده عشان نجيب عليها ونسعد بي مشاركتكم لينا ودايما منتظرين مشاركات حضراتكم ودايما منتظرين اقتراحاتكم اللي بتسر البنامج بتخليه اكثر نورا تعالوا نشوف اول سؤال وصل لنا بيقول السؤال الحقن في الركبة اليمنى اول يسرى يا سيتي الحقن في الركبة اليمنى في شهر رمضان رأي الدين هل تفتر نرجو الرد وشكر لا سواء الحقن في الركبة اليمنى في الركبة اليسرى في الفخت في اسفل القدم كل الحقن اللي موجودة اللي بتدخل من الجلد كده حقنة العضل حقنة الوريد كل الحقن بكافة اشكالها مهما كانت مهما كان عنوانها فلا تفتر ليه؟ لان هي دخلت من منفذ غير مفتوح يعني الجلد خلى الجوف مش مفتوح حتى لو خلت حقنة حقنة الانسلين في بطني حتى لو خلت حقنة الانسلين في ايديها في رجلية كل دوت ما يخليش الانسان يفطر لان دوت ملوش دعوة خالص بالدخول الى الجوف دخول الى الجوف لازم يكون من منفذ مفتوح والجلد مش منفذ مفتوح وعشان كده الحقنة في الركبة اليمنى في شهر رمضان لا تفطر ويبقى الصيام صحيح ولا تحتاج الانسان انه يفطر السؤال اللي بعد كده بيقول انا عندي 72 سنة ومريض ويصلي في المنزل عدم مقدرتي على الذهاب للمسجد افطلت عشر ايام العام الماضي وقمت باخراج المقابل فعل علي شيء اخر 72 سنة مش هو ده المعيار اللي عندنا المعيار اللي عندنا هو الطبيب قال لك ايه قال لك هتقدر تصوم رمضان تاني ولا لا لو الطبيب قال لك ان انت مش هتصوم رمضان انت تدخل في قولي تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية يبقى اذا متى يبقى الفدية اللي انت طلعتها دي مجزئة عنك في الصيام ان الدكتور قال لحضرتك انت مش هتقدر تصوم تاني خالص فاذا الدكتور قال لك كده وحضرتك قلت ان انت مريض هذا مقدر دي ايه اللي حاصل افطرت وانت بتقول لحضرك ان انت مريض فاذا كان مرضك ده هيخليك مش تدخل تصوم تاني خالص يبقى خلاص الفدية اللي انت طلعتها عشان العشر تيام اللي انت افطرتهم في رمضان يبقى خلاص يبقى تم بذلك الفداء عن الايام التي افطرتها لكن لو كان الدكتور وربنا يكون يديك الصحة والعافية ان شاء الله ان المرض ده كان مرض ايه كان مرض مش مرض مزمن يمنع من الصيام لا ده كان مرض طارق فالمرض الطارق ده اللي انسان يشفى منه زي مثلا كان عنده مرض شديد عنده مثلا حاجة في المعدة او حاجة كذا تمنعه من ان هو يكون صائم هو محتاج للادوية طول الوقت فهو عايز ياخد الادوية دي خلاص ده مرض طارق حتى لو كان سنة كبيرة حتى لو كان سنة كبيرة مش السنة كبيرة هو اللي بيخلي الانسان يفطر لكن عدم القدرة على الصيام او المرض هو ده اللي ايه اللي بيفطر الانسان صحيح امتى تكون الشيخوخة سبب الافطار لما تخلي صاحبة لا يستطيع ان يفطر يعني السن مش هو المعيار المعيار ايه ما تتحول الشيخوخة الى مرض اذا افقدت الانسان صحته وافيته لكن فيه ناس بتعيش سنوات طويلة بيوصلوا بيتجاوزوا المائة سنة وإن اللي حاصل وبصحتهم وبعافيتهم يبقى هو يصوم ولا ما يصومش لا يصوم هيصوم ليه لانه في الحقيقة هو قادر على الصيام يبقى ان الاية بتتكلم على الذين لا يطقون الصيام لا يستطيعون الصيام لكن الشخص اللي يستطيع الصيام ما زال مخاطبا بالصيام اما الذي لا يطيق وتحولت الشيخوخة الى مرض فإن اللي حاصل فمن كان منكم مريضا او على سفر ده المرض ايه بقى ده المرض المؤقت لكن المرض الدائم وعلى الذين يطيقونه فيدي يبقى خلاص انتقل للمسالة الدنيا ويبقى انت لو ان الصيام ما الدكتور الطبيب قالك مش هتصوم تاني خالص يبقى الفدية اللي انت طلعتها تجزئ عنك ويبقى انت مش بحتاج تعمل حاجة تانية لانك انت اطعمت عن العشر تيام اللي انت صمتهم السؤال اللي بعد كده بيقول انا اختي زوجي تعمل دجالة اعوذ بالله ولما بتيجي عندنا البيت بحس ان البيت في حاجة غريبة ومش بكون مرتاحة ممكن اعرف اتصرف ازاي بلغي عنها مسألة سهلة انت حتيجي سألتيني سؤال واضح اختي زوجي تعمل دجالة تعمل ايه دجالة يعني تمارس الشعوذة والدجال اي حد يعرف واحد دجال ومشعوذ يبلغ عنه بس قال لي بالك ليس معنى ان هي دجالة اللي انت متصورة ان هي بتعملك سح فتبقى ايه شغالة دجالة دجالة يعني دجالة بتشتغل بالسحر وبتاخد فلوس عن الناس او بتمتهن المينة دي فهي دجالة فاذا كنت شايفاها دجالة بلغي عنها البوليس لكن انت شايفاها ان هي دجالة لان هي بتضرك وبتأذيك وجايبة كل المصائب اللي حاصطة في حياتك وحطاها عليها لان هي دجالة لا احتمال كبير ان انت تكوني للأسف بتمارس سوق الظن لكن انت اذا كنت انت عارف ان هي دجالة وعندها وليها ملف او مقبوط عليها قبل كده في الدجال بلغي عليها مرة تانية ان هي بتمارس الدجال يبقى ايزا بلاش الطريقة دي اليامة انتهجت اعراض ناس تحت دعوة ان فلانة بتسحرني ان فلانة دجالة وقل لي الحكاية ان انتو الاتنين مش قابلين بعض فده وقت والعزو بالله يبقى سوق ظن والكلام في اعراض الناس فانت لو مش متأكدة ان هي دجالة وانت بتقول لي عليها ان هي دجالة ده حرام وإس لكن لو انت متأكدة ان هي دجالة انت بتقول ليها اتصرف ازاي على طول وانت دلوقتي بتسمعي الجواب اللي انا بقولولك ده الفاة سمعت التلفون وبلغ عليها خلينا خلص من تجالين اللي موجودين في حياتنا لكن الورطة بقى ان هي ما تجنش دجالة وانت تروح تبلغ عليها فيتقبض عليك بدعوة تحت ايه تحت البلغ الكاذب طب وانت لو ما عندكيش دليل تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك في امتحية عشان في الحقيقة يعني سواء كتري ادي احكي الناس على الناس بدعوة السحر والشعوازة كترت ففي المقابل الناس بقت تتهم بعض عمال على بطال انهم ما بيسحروا البعض حاجة يعني حاجة تخلي الناس في الحقيقة في اسوأ حالات الوعي بتاعتها يعني انا ما شفتش حالة من حالات تراجع الوعي زي اللي احنا بنعيشها دي ناس مسقفين وناز يقول لك اصلا شفت بعيني شفت بعينك ايه اه صحيح اه صحيح بيحصل بيحصل تأثيرات ولكن تأثيرات لبعض الناس لما حدي يكون مش مبسوط منه اه صحيح بس التأثيرات دي ما توصلش انه يقلب حياتك انت حياتك اصلا ان هي مستعدة تقلب يعني معذرة ان يعني اهل الطاعة وآل الخير وآل البركة اللي عايشين حياتهم ولا حد فيهم بيتأثر بدا اشمع ان انت يعني اشمع ان انت يعني اللي بتتأثر بحياتك وحياتك بتشكلب لما يجيلك حد معين انت محتاج بس ان انت تبص لحياتك ان هي في مدد ربنا وفي حفظ ربنا فالله خير ونحافظه وهو ارحم الراحمين محتاج ان انت تشوفي ده محتاج ان انت تشوفي ده واتبصدق وبلاش فكرة ايه فكرة ان فلانة دجالة وبتشتغل بالدجال ليه عشان هي انت شايفها اكيد السبب ان هي لما بتجيلك والبيت بيتقلب كيانه ان هي عملالك سح نشوف انا زي ما قلت لحضرتك انت ترابط مني انا تتصرف ازاي لو متأكد ان هي دجالة بلغة عنها البوليس السؤال اللي بعد كده بتقول انا كنت مرتبطة بالزميل في العمل وبعد فترة المعرفة طلبت انه ييجي البيت ورفض لاسباب غير منطقية المهم كل واحد راح لحاله طبيعي طبيعي ان في الاحوال اللي زي دي لما هو بيرفض اسباب غير منطقية نوا لازم تنتهي هذه العلاقة بس انا لسه في الشغل معاه فكنت متعشمة شوية وبعد شهرين لقيته مرتبط بزميلتي في نفس العمل وبيرتبه يوم خطوبة انا عرفت من هنا انا عرفت من هنا واتكسرت حرفيا من هنا مش عارفة اعمل ايه لانها زميلتي وهي ما كانتش تعرف انه كان مرتبط بيا قبلها المهم انا اللي جاءت للصلاة وذكر الله بس حلمت باني بغرأ في بحر اسكندرية في وقت الشتاء وكمان السماء كلها غيوم كأنها اتمطر ووالدتي كانت معايا في نفس البحر والحلم خلص على كده ممكن تهون عليا وتذكرني باي حاجة بحيث ان قلبي يهدى وربنا يكرمني ويراضيني واني ينسى الموضوع اسألك سؤال ببساطة خالص عشان تهدي وتنسى الموضوع الله سبحانه وتعالى اليس الله بكافي عبده مش ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون كفاك يشره لان ممكن تكون العلاقة بدأت غلط اصلا بدأت غلط ازاي ان كل واحد فيكم انت رفعت سقف توقعاتك ان الشخص دوت او معرفتوش انت بتقولي ان هو كان بينكم بارتباط ولما قلت له تعالى روح تعالى الاهلي رفض لأسباب غير منطقية طيب مجايز ربنا سبحانه وتعالى نجاكي منه طيب بلاش ربنا نجاكي منه مجايز ربنا سبحانه وتعالى يخبئ لك ما هو افضل منه مجايز الله سبحانه وتعالى انقاذك من ان حياتك تكون لو انت جاوستي تكون في حالة من حالات الفساد والضيع شوفي كده هو الشخص دوت معرفش يواجه اهلك لو كان هو عايز تجاوزك فربنا انقاذك في حد ما بيعرفش يواجه ده اذا كنت انت اصلا فيهمت العلاقة بشكل صحيح فاذا كنت فيهمت العلاقة بشكل صحيح فهو مش مناسب ليكي لو بتسأليني كخبير في الرشاد الزواجي لا انت حياتك هو ما كانش مناسب ليكي ليه لانه لو كان مناسب ليكي هو اللي هيكون حريص على انه هو يتمي من الزواجة مش انت اللي تروح تطلوب منه فهو ما كانش في اوباين او انه هو مش حريص عليكي فاذا كان مش حريص عليكي اتبع يعمل ايه بعد الجواز لما واحد قبل الجواز مش حريص عليكي يبقى انتوا اللي جوزتوا ايه اللي هيحصل مش يكون ده في مصلحتك وممكن الكلام ده يكون مؤذي ليكي وعشان كده ايه اللي حاصل لابد ان انت تخرجي من ده تخرجي من ده ليه بقى لان انت لو اتجاوزتي كان عيقى عليكي شر فربنا سبحانه وتعالى انقذك من هذا الشر وربنا سبحانه وتعالى دبر امرك لان الله سبحانه وتعالى يدبر الامر فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه دبر لك امرك وابعد عنك ماذا وابعد عنك هذه الحالة السيئة هترضي بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وبمنة ربنا انه انقذك من طفان مشاعرك اللي انت جديتي وراه فاخترت حد مش مناسب لك فربنا سبحانه وتعالى حفظك باسمي الحفيز سبحانه وتعالى فانت ربنا حفظك لان انت شايفة الناس لما بيتجوزوا على غير هدي وعلى غير وعي وغير معرفة ويجوزوا بس عشان التعلق وعشان التعود على بعض اول ما بيروح التعود على بعض بعد كده اللي يحصل تحصل المشاكل وتزداد ويعزو بعض ويأزو بعض فربنا سبحانه وتعالى حفظك من كل ده ربنا سبحانه وتعالى حفظك باسمه سبحانه وتعالى الحفيز فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فربنا سبحانه وتعالى حفظك من ده زعلنا ان ربنا حفظك مش معنى كده انه وحش وللأدب وعنده شخلاء انا ما عرفش انا ما عرفش ايه اللي حصل بينكم لكن اللي حاصل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الخيرة في ان لا تتم هذه ايه هذه العلاقة وهذا الالتباط لمعالم عدم صدق المحبة وعدم الحرص على العلاقة واضح تعالى روح لآلي اسباب غير منطقية وواضح ان انت اسلوبك وشخصيتك مختلفة عن اسلوبه وشخصيته فالحمدلله سواء انت بقى سميت اللي هو عمله ده انه وضحك عليك وكسر بقلبك وانت كسرتي فممكن الدرس اللي انت تعلميه اربع دروس الدرس الاولاني اياك ورفع سقف التوقعات الامر التاني لما تكوني داخل على موضوع جواز لازم انت اللي تطلبي مش لو انت اللي تروح تطلبي ده الدرس التاني الدرس التالت وببساطة خالص وعشان بس نبقى المسألة محسومة اياك والتجاوزات في اي علاقة عشان ما يبقاش المردود عليك ان انت تم استغلالك فما تتجاوزيش عليك بالاخلاق وعليك بالاخلاق اللي بتحافظ بيها على عفتك وتحافظ بيها على كرمتك واخلاقك عشان انت لما تبص نفسك ما تتضايقيش رابع حاجة واخر حاجة لازم انت تعرفي ان الزواج ده بترتيب ربنا سبحانه وتعالى فكين ان الزواج ده ما حصلش وما ترتبش وهو رايح يتجاوز حد تاني انا بقى ما روحش عشان انتقم منه خاصة لو انه احنا الاتنين ما كانش بيننا توافق هو الاحسن ان احنا نتجاوز واحنا ما عندناش توافق عشان ما يكسرش قلبي ولا يفضل قلبي يتكسر طول الوقت لا 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 كده اخاف ربنا الله لطيفهم بعباده الله تلطف فيك تلطف فيك لان انت مش كنت بس تتكسر قبل الجواز لانت تتكسر كل يوم في الجواز ممكن لما يحسسك انه هو بعد شوية انه ما كانش عنده كل كل الحرص على الجواز منك بتحس ان انت قليلة فكل يوم تتوجعي يبقى احسن الحمد لله الله لطيفهم بعباده الله تلطف فينا والله سبحانه وتعالى اكرمني بان انا ما اتجوزتش بفلان ده فلزاك احنا لازم نفهم ده بشكل واضح وما نعودش بقى ايه اللي حاصل نقول لنفسنا احنا لو عمو كنا عملنا كده كان الجواز ممكن تمشي انا اللي ضغط عليه انا اللي ما ضغطش عليه لكل الكلام ده كلام من حديث النفس ويه لابد لحنا اننا نستمع له ليه وهنا بقى بيبقى فيه موطن تذكيبا ان الواحد يتعود ان العلاقات تتأثر بيطار الايه بيطار الاخلاق والاعراف عشان منروحش نقع في غلط وبعد كده الامور بعد كده تسوق السؤال اللي بعد كده بيقول انا كنت غطبانة عندي اهلي سلم يا رب فترة وجوزي كان مصمم ما يجيش ياخدني وبعد فترة جالي وروحت معاه وعرفت بعدين انه كان حالف بالطلاق ما يجيش ياخدني المفروض ده طلاق ولا ايه ولا ايه لا خليس ان عشان هو هو قالك ليه ان هو حالف بالطلاق قالك ان هو حالف بالطلاق ان هو ما يجيش ياخدك مين قال ان هو صادق مثلا طب مين قال ان هو لما حالف بالطلاق كان حالف بالطلاق ان هو ما يجيش ياخدك من بيت اهلك مين قال ان هو لما حالف بالطلاق كان حالف ان هو ما يطلقك طب ايه الصيغة اللي قالها في حلفان الطلاق ده كل دي اسئلة كل دي اسئلة احنا محتاجين نعرفها يبقى اجابت الاسئلة دي عشان نعرفها نعرفها من مين هنعرفها من صاحب المطلق اكيد مش هنعرفها من حضرتك ليه اكيد مش هنعرفها من حضرتك لان فيها جزء كبير جدا جدا يتعلق بباطن مين بباطن مطلق يبقى احنا لازم نسمعه هو تلفز باللفز ده ليه وهو حكالك دي حكاية على فكرة دي حكاية ممكن تكون الحكاية دي كذبة وممكن تكون صادقة فسؤالك ليه مليء بالاشياء اللي مايصحش ان احنا نجاوب عليها وانزاك انا بحذر بكرر تحذيري كل شوية بحذر مين بتحذر السادة الذين يفتكون على الهواء اياك تقع في ادى الفخ اللي هو فخ ايه ان انت عايز تجاوب الناس وتطم الناس وتلحق الناس لا 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 خالص ايه وقت تعمل كده انت لو عملت كده انت بتضل الناس فلازم تجاوب الشخص اللي من حقه ان هو يسمع هذا الجواب ما تجاوبش حد هو مش من حق ان يسأل السؤال ده ايه عايزة تعرف اذا كانت هي مطلقة او مش مطلقة تضغط على جزء عشان يسأل عشان يتحقق معاه نتحقق منه يعني ايه نعرف هو كان ايه مقصوده بهذا اللفظ اما وان حضيك ما قلت ليش اللفظ كمان انه حالف بالطلق فواحد يفترض بقى احد بقى احد السادة المفتين يفترض انه قال لها عليا الطلق هي قالت انه قال عليا الطلق الامر التاني هي حتى لو هو قال عليا الطلق مش انت لازم تتأكد من من المطلق ولزلك ما ينفعش ان انت تفتي في مسألة مثل هذه ولزلك بطل من حددك انه يتواصل معانا او التصب بمئة وسبعة عشان نتحقق منه عشان نقدر نعرف وكان يقصد ايه بهذا الكلام وهو قال ايه بالضبط لان كل تعبير في من تعبيرات الطلاق له حكم شرعي مختلف عن التعبير الاخر يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم جدا 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 تكلمنا عن جليس رزل وتكلمنا ازاي انتخلص من رزلته الجليس ده هو جليس البخل اللي هو في الحقيقة مش بس بيقتصر البخل ده ممكن يضرب في كل حياتنا ويدمرها ينفجر في حياتنا البخل مش بخل المال بس الاسوأ منه والاشد منه سوادا هو بخل العواطف وبخل المشاعر وهنا ازاي نتخلص من بخل المشاعر ده ان كل واحد فينا يعرف حبيبه وشريك حياته ابنه بنته ازاي بتحب انه يتعبر الله عن الحب ويعبرله بنفس الطريقة دي عشان ما يضعش منه الطريق الى الوصول لهذا الأمر التاني ان احنا نتعود ان احنا نعبر نعبر لبعض الحب حتى ولو بالأشياء البسيطة لا تحقيرنا من المعروف شيئا ومن ذلك مثلا ان احنا نتعود ان احنا نكتب رسائل للتعبير عن حبنا لأولادنا وشركاء حياتنا للزوجي وزوجتي كل الكلام ده نتعود ان احنا نعمله لان احنا لو ما تعودناش ان احنا نعمله الا يحصل هذه الغدة ستضمر في قلبي وخلاص بننتهي الامر ده لازم نتعود كمان وان احنا نتكلم عن مسائل التعبير عن الحب لازم كل واحد فينا كمان يعبر الحب بشكل منتظم وشكل دائم وما يعتبرش ان التعبير عن الحب ده شيء بيقل منه بالعكس ده شيء يعظم من اهتمامه بشرك حياته يعظم من الامان ويخليه دايما حاسس بانه هو بيعبد الله سبحانه وتعالى لم ارى شيئا يعبد الله به مثل الكرم وخاصة ان الكرم في العواطف عبد الله بكم سبحانه وتعالى بان انتوا تكونوا كرماء في عواطفكم لان الكرم في العواطف ده معناه ان انت دخلت على الله من باب الاحسان واللي دخل على الله من باب الاحسان لا يغلق عليه الباب لان الله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الاحساني الا الاحسان فاحسنوا وحسنوا من كلامكم واملأوا قلوب أحبابكم بالحسن والجمال فان الله جميل يحب الجمال يا رب العالمين جميلنا بان نحسن في التعبير عن مشاعرنا حتى نجبر الخواطر وننمو وتنقذنا بتعبيرنا وبجبرنا الخواطر من كل المخاطر يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة